تكون حسيبة ذات حسب ونسب ذات أصل يعني طيبة العنصر كريمة الأرومة كما يقول أو الأرومة كما يقال بمعنى أن أصلها طيب فلانة بنت فلان بنت فلان بنت فلان سلسلة من الشرفاء من العظماء من الأكارم لأن يتدور الإنسان إمرأة أصلها غير معروف ونسبها غير معروف ولا تعرف إلا والدها مثلا لا تعرف شيء عن جدها وجد أبيها فهذا الأمر وهو الحسب والنسب والعنصر الطيب مهم جدا في اختيار الزوجة وفي دوام العشرة بين الزوجين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما عند المستضرك والحاكم وغيرهما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم ما معناه أن يكون هناك توازن بين الرجل والمرأة من حيث الجمال من حيث الجانب المادي من حيث الأخلاق من حيث الأصل من حيث النسب من حيث المعطيات من حيث الشكل هذا هو هذه الكفاءة المطلوبة بين الزوجين فالكثير من الناس يأتيه رجل غني فيتزوج ابنته وهذه أحداث عشناها في مدينة الواد ويفتخر الرجل بأنه قد زوج ابنته لرجل غني وهذه قصة قصوى عليكم شخص جاء يخطب رجل ابنته فقال لا أزوجها له قيل لماذا قال لأنه لا مستقبل له لا وظيفة ولا عمل لمن أعطي ابنتي هذه قصة حقيقية يا ناس عشتها فبعد أيام لقيته قال والله زوجتها لرجل من أغنياء البلد لابنه لابنه سألته ماذا يفعل ابنه قال لي ابنه لا يحتاج للعمل ولا للشهادة أبوه يعطيه يوميا خمسمائة تلف مصروف لا يحتاج برجوازي الأموال بشكارة فما هي النتيجة أنه بعد سنتين أو ثلاثة التقيت به فوجدته يبكي قال لي ابنتي لم تنجب وهذا الزوج صاحب مخدرات ومهلوسات ويسكر ويزنى ويفسق المبيقات السبعين ويضربها ويشتمها ويسبها ولم تنجح الحياة الزوجية معه العلاقة لم تنجح وطلبنا طلاقها فلم نستطيع لأن والده قال لن تستطيع تطليقها مهما كانت الظروف فالمال موجود عاشت أكثر من ست سنوات وهي تعاني وأخيرا بجبهيات طلقها هذا هو الأصل المطلوب